ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله لكن قوى خارت وفدت ذات المصادر أنه تم انتشال الهالك وهو في حالة حريجة حيث ابتلع كمية كبيرة من مياه البحر وبقي مدة طويلة تحت الماء دون أكسيجين هذا وانتقلت عناصر الوقاية المدنية على وجه السرعة لعين المكان حيث تم نقل الرجل إلى المستشفى الإقليمي لالا مريم من أجل إسعافه إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله ومن جانبه منع النشطة عبر منشورات فيسبوكية حيث قال أحدهم سعدات أخر عمل في حية قد روح بريئة والروح عزيزة عند الله رحمك الله يا بطل شهيد بإذن الله دعوا مع أخوتي إن لله وإن إليه راجعون